شهر مبارك اكتبوا لي وانا هكتبها لكم في صندوق الوصف المقادير الكبيرة. بس احنا بنقولوا مقادير صغيرة ليه? لان انتو شايفين الغلاء والدنيا. بس لازم نفرح اولادنا ونفرح نفسنا احنا. عايزين توقيت نزول الفيديوهات في رمضان. الساعة كام? لقيني انا بنزل الساعة سبعة. فبلاقيكم مش موجودين. مفيش تفاعل على القناة. آآ مفيش التعليقات بسيطة جدا. طبعا اللايك ده لما بقول لكم حط اللايك. اللايك ده بيكبر الفيديو وبيخص خليه يوصل لناس كتير عشان ينتشر. لكن انا بصراحة مش شايفة تفاعل على القناة ومعرفش اي سبب. هالي العيف فيها? ولا العيف في التوقيت? ولا العيف في ايه? ولا انتو مش فضيين اصلا? فانا مش عارفة. لو في حاجة مزع عليكم مني او مش فاهمينها مني. ابعتولي وقولولي ايه اللي انتو عايزين وايه الوصفات اللي انتو حبينها? حتى لو في اي حد منك وعندو وصفة حلوة اكتبوها لي في التعليقات او تبعتوها على صفحتي على الفيسبوك باسم القناة او على الجروب آآ بس بست الهنة. ابعتولي وصفاتكم وانا حنفزها باسمكم باسم اللي بعتها لي. فانتو حاولوا تقولولي انا نزل لكم الفيديوهات في رمضان الساعة كام? عشان يكون مناسبة لكل الناس يقدروا يشوفوا الوصفة. يقدروا يقدروا ان هما يجربوها بالليل مثلا وهم قاعدين. بس اهم حاجة اهم حاجة في الفيديوهات اللي انا حنزلها في النواعم بالذات يكون عندك ميزان. لازم ميزان. ان شاء الله الميزان السغنن ده اللي قبس غنوني العسولة ده. لازم عشان توزين الحاجة. لان المعجنات تقدر انك تزودي حبة دقيقة. حبة مية حبة ملح مش مشكلة. حنعالجها. لكن النواعم لو بسط مننا مش هنعرف نعالجها. لازم ميزان. عشان ما ترجعش تقولي يا بزبوسة الوصفة بتاعتك بازت. الوصفة بتاعتك مش مزبوطة. انت بتكوني سمعت نص الفيديو والباقي لأ. انا كل خطوة بعملها في الفيديو وبقول على معلومة. ويه تكاية. وقت التسوية بقول. وقت العجين بقول. وقت الفرد بقول. وقت التشكيل بقول. فلازم تسمعي الفيديو. يا سب تسمعي ومش عايزة لايك ولا عايزة حاجة. المهم تستفادي وتكتبي لي دعوة حلوة من قلبك. بس ما تنسيش بنتي من دعوت اللي من قلبك اللي زي السكر. اهم حاجة كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم دايما موجودين في حياتي انا. انتم السبب وفرحتي. يعني ما تنسوش اهل فلسطين وغزة من دعواتكم الحلوة. ربنا ينصرهم ويحميهم. دمتم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.